الموضوع اللي بعده أبل أن أتعمل مؤتمرها راح يكون في يوم تسعة سبتمبر يعني في واحد لمح قبل أنا لمح قبل سبوع قلت أنا في شهر تسعة قلت أنا قريت إيشارك أنا لا بس أطيح للمعلومات يعني كويس ما نتكبر عليك طيب وش راح يصير في هذا المؤتمر أول شي متوقع في هذا المؤتمر قبل تكشف عن الآيفون 16 الجديد طبعا أحمل معلومات الواردة عن هذا الجهاز راح يكون كالتالية أول شي حجم الجهاز في فئة البرو راح يكون أكبر في فرق بسيط جدا حجم الشاشة راح يكون أكبر في فئة البرو والبرو ماكس كلها راح تكون أكبر بجانب راح يكون في زر للتصوير بس أكبر طرف شي بسيط عشان الناس ما تت فاصلة يعني بيأثر بيأثر بالنسبة للي عندها خلنا نقول غلاف قديم بيركب خلاف جديد ما راح يقدر راح يكون عندك زر التصوير الجديد اللي يعطيك خيارات كثيرة في التصوير راح يكون عندك طويل العمر والسلامة موضوع إضافة زر الأكشن لأجهزة الآيفون العادية راح يكون عندك معالج قوي في أجهزة الآيفون العادية عشان يدعم مميزات الذكاء الاصطناعي أعتقد هو الأهم من الذكاء الاصطناعي هو الميزة الأهم البقية مجرد تحسينات وتطوير لكن هذا هو شي جديد فأنت عندك شغلات واجد جاية في المؤتمر بالإضافة للتحديث النظام التشغيل الجديد يعني ما راح يطلقونه كثير لا بس ما راح يطلقونه لكن قد يطلقونه يعني يعحددون يوم للأطفال عندك كمان يا طويل العمر والسلامة موضوع السماعات سماعات راح يكون في سماعات جديدة في إصدارين الجيل الجديد ويا رب البوور بيتس برو كمان يحطونها لأنه طولت صار لها أربع سنوات ترى وفي مؤشر جيد ترى سماعة يعني عادي جدا ما يكون فيها تطوير سنويا بس كل المميزات اللي أنا أحتاجها ما هي موجودة وأنا صراحة ما أستخدم له أنا الأيربوتس ما أستخدمها أعطني بوور بيتس برو أنا معك وأنا من وجهة نظري أفضل سماعة أعلنت عنها أبل البوور بيتس برو وانقلها عني كلها تطيح لا هذه ما تطيح لأن فيها شسمة مطاط لا ممطاط الهوك اللي من ورايه الهوك اللي وراه أو الشيء الزيادة اللي موجود خلف الإذن القطعة البلاستيكية الملتصيقة بالإذن التي تحافظ على عدم سقوط السماعة هوك لا يمكنك أي شيء إضافي أنا أعتقد بعتمد كل أجهزة الجديدة تكون طبعا من منفذ اليوس بي سي طيب ولدليل أنه فيها آخر مرة يمرحت الأبل كانوا يسوينا على خصم خمسين دولار طيب العام الماضي كم أطلقوا؟ وش أطلقوا مع الأجهزة الإيباد؟ عفوا ما أجهزة الإيباد؟ هل أطلقوا أيباد أو شيء؟ لا لا ما فيها فيه بساعات وخلاص مع السلامة بساعات؟ مع الآن صار في عندك مؤتمر العيفونات والساعات بس لكن هل بنشوف الأبل تيفي الجديد؟ لا أتوقع لأنه مؤتمر أساسا قصير رح يصير يبونا ساعة ونص ما يبونا أكثر من كذا الله يشف إذا ما أطلقوا الأبل تيفي هتوقع كل سنة طيب بعد في أبل تيفي؟ سبق واشبعنا هذا الموضوع نقاشا فما ودنا نتوسع فيه كثير أرجو لحلقات سابقة تكلمنا عن الأبل تيفي الجديد أتوقع قبل أربع حلقات وخمس حلقات صحيح لكن في المؤتمر هذا عندك آيفونات عندك ساعات جديدة عندك سماعات جديدة وفيه كلام عن ساعة أطفال هذا الشي إذا سويت أبل شكرا لهم طبعا ساعة الأطفال فكرتها أغلب الناس قاعد تستخدم الإيرتاج عشان تتبع الأطفال طيب خلنا أعطيك ساعة فيها تقدر تحط فيها شريعها وسعرها مرة رخيصة يكون وفيها ميزة الإيرتاج التي تتبع فيها طفلك طبعا شف ما أعتقد يعني شف الإيرتاج استخدامه مختلف ويعتمد على وجود أجهزة في المحيط بحيث أنها تنقل معلومة جانب الأمان في الساعة برضو نفس الشيء الساعة ممكن تنفك لأي سبب والساعة الحالية تأدي الواجب لأن أصلا لو جربت تركب ساعة يسألك في البداية هل هذا الأحد أفراد الأسرة ولا لك مباشرة إذا أحد أفراد الأسرة يسألك كم العمر وبناء عليه يحدد لك طبيعة التعامل معه وتحديد حتى الموقع في حط الموقع عندك أي بس راي إذا استخدمت الساعة فيها مميزات خاصة تتبع الأطفال هذه راح تكون خيار أفضل من الإرتاب طبعا أنا أتوقع إذا سووا شيء زي كذا بيحاولون يخفضون من قيمة التكلفة بحيث أن تكون في المتناول وليس لأجل أن الساعات اللي قبل ما تدعم الساعات اللي قبل تدعم أي نوع من أنواع التتبع أو أي نوع من أنواع النبوية في التعامل لكن الساعة لو نزول ساعة جديدة فهو يكونوا يشتغلون على النظام التخفيض التكريفة لأنها ومقاومة الكسر لأن المستخدم الطفل فالغالب فرصة أنها تخرب واردة جدا هذه تقريبا كل شيء الأيبادات ما في أي خبر لأن يحدثوها في مؤتمر خاصي في لندن بس زي كلام على الأيباد مني إنه ممكن يطلق حتى بدون إعلان الأيباد مني قد يكون نهاية السنة ولأنه تأخر مرة كثير في موضوع الإطلاق وصار لوقت طويل جدا ما تحدث فأنت الآن عندك في هذا المؤتمر عندك تقريبا خمسة جهزة تقريبا أعتقد سبب تأخير الأيباد مني أنه ما في تحديثات كبيرة فيحاولون يأخرونك من فترة فترة بحيث أن يكون في فرق بينه وبين الأيباد يعتقدون أو يعاملون الأيباد مني أنه عملاء مختلفين تماما عن عملاء الأيباد العادي بالتالي فيحطون فرق من هو أنا؟ أي ليه؟ لا يبد مني والله الأخير ما استفدت مني لأنه ما قدر يدعم الشاشات لأنه المعالج حقه معالج السابق ما هو M1 فاضطريت أني استخدم استخدام بسيط حتى معدل الشاشة تردد حق الشاشة أقل فإذا تستخدم أيباد أو أيفون تبيت تحس بفرق كبير في معدل استجابة الشاشة فبالنسبة للأيباد من السابق أعتقد يحتاج تحديث بالكامل فهم يأخرون أتوقع تأخيره بسبب أنه عشان يكون في فرق بينه وبين الأصدار السابق ويركزون على الأيباد الأحجام الكبيرة طيب في عندك شيء على مؤتمر أبر أو خلاص نقفل لا كذا خلصنا عموما الموت مرح يكون يوم 9 سبتمبر ساعة 8 في توقيت السعودية ودائما ثماني بتوقيت السعودية عشر الصباح بتوقيت أمريكا مش اللي يكون وقت مباريات بس نسق مع دولي روشان لو سمحت لتحطم مباريات ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة